بيبدأ فيلمنا النهاردة بمشهد للشرطة وهي بتطارد مجرمين بالعربيات في الشارع بنشوف بعدها البطل الخارق إنكريدبل وهو ماشي بالعربيات بتاعته بيسمع ساعتها على سلكي ان فيه مطاردة وبنشوف ان هو بيغير لبسه في العربيات وكمان العربيات بتتحول من عربيات عادية لعربيات خارقة وهو ماشي بالعربيات في واحدة بتوقف تقول له معلش يا إنكريدبل هاتلي بس القطة بتاعتي علشان طريقت على الشجرة ومش عارفة نزلها بينزل إنكريدبل ثالة من العربية وبيروح يجيب لها القطة بتاعتها وبنفس الشجرة دي بيحطها على الطريق وبيوقف بيها عربية الحرامية بتوصل الشرطة وبتقبض عليهم وبيرجع تاني إنكريدبل يدخل عربيته علشان يلاقوا الطفل جوا الطفل ده كان معجبين وكان لابس لبس بطل خارج زيه كان رافض ان هو يخرج ساعتها إنكريدبل بيتطر ان هو يهدفه من العربية بيسمع بعدها في اللاسيلكي عن حرامي تاني وبيروح بسرعة علشان يمسكه بس لما بيروح هناك بنلاقي إن فيه بطلة تانية اسمها مططية سباقته بيتكلم مع هيلين اللي هي المرأة المططية دي بس هي بتقوله لا أنا مش فاضية لإن ورايها معاد مهمة بتسيبه وبتمشي بعدها وبوب بيروح علشان يشوف المهمة التانية اللي وراه كان فيه واحد بيمتحق وهو بيحاول ينقذه قبل ما يموت بعد ما انقذ الشخص ده أنه هم في المكان اللي وقعوا فيه ده سمع أصوات غريبة بعدها بيحصل انفجار كبير في المكان وبيظهر إن كان فيه حرامي بيسرق بانج بستر إنكريدبول كان بكل سهولة هيمسك الحرامي لكن ساعتها بيظهر الطفل بادي من تاني اللي هو كان لسه حدفه من العربية من شوية بيقوله إن هو جاي مخصوصا علشان يساعده إن هو يمسك الحرامي ده وإن هو اخترع الحزاء النفاس ده علشان يقدر يوصل للأماكن دي بسرعة بيطلب منه إن هو يرجع البيت لإن المكان ده خطر عليه لكن الطفل بيرفع ساعتها الحرامي بيستغل الموقف ده وبيحطه كنبلة في الطفل ده قبل ما يطير جمتاني بالحزاء بتاعه بيجري وراه مستر إنكريدبول علشان يلحقه وبعد ما كانش فاهم هو بيتعلق فيه كده ليه بيفضل طير وهو متمسك بيه بس بينجح البطل الخارج إن هو ياخده كنبلة ويرميها قبل ما تنفجر فيه بس مع الأسف الكمبلة بتنزل وبتوقع طريق المترو اللي كان جاي بسرعة أكانش قدام البطل الخارج جار إن هو يوقف المترو بقوته وبيقدر فعلا إن هو يوقف المترو قبل ما يوقع في الفتحة ده وبياخد الطفل ده وينزل يسليمه من الشرطة علشان يوده لأهله بياخد عربيته لأنه كان مستعجل وواضح إن هو وراه مشوار مهم وبيجري بيها بيروح وبيغير بوب وبيلبس بدلة تانية وبنتفاجئ إن مشواره مهم ده كان إن هو هيتجوز والعروسة كانت هيلين المرأة المططية اللي كانت قالت كمان إنها وراها مشوار مهم كان حاضر الفرح كل الأبطال الخارجين وطبعا أهمهم صاحبهم تلجاوي ليه لأنه أنقذوا رغما عن قرادة لا وكمان كل ركاب المترو بيرفعوا قضايا عليهم وكمان وده علشان الإصابات اللي حصلت فيهم وهو بيحاول يوقف المترو بالعافية الناس دي كلها بتكسب القضايا وبتضطر الحكومة الأمريكية إن هي تدفع عليهم كلهم تعوضات بدل الأبطال الخارجين كل المجرمين بدأوا إن هما يرفعوا قضايا على أبطال الخارجين لأنهم بيأزوهم والعجيبة بقى إن هما كانوا بيكسبوا القضايا دي الحكومة ساعتها قررت إن هي تتخلي على أبطال الخارجين وتطلب منهم كمان إن هما معدوش يتدخلوا وندلوقتي ما قدمهم شغل إن هما يعيشوا حياة سرية زيهم زي أي بشر عادي بتعدي سنين وبعدها بنشوف بوب وهو شغال في شغلان عادية كان مطفي عيني وواضح إن هو حياته كلها يأس من بعد ما كان بطل خارج بأمه وظف عادي بيرجع البيت بعد يوم شغله طويل وهناك بنشوف هيلن الفتاة المططية بعد ما بقت أمه وخلفت تلت طبعا تلت أطفال كانوا عندهم كوة خارجة وطبعا أطفالهم كانوا عندهم كوة خارجة زيهم الابن فلاش وده كان سريع جدا واخته كبيرة في واللي كانت بتقدر تستخدم الطاقة وبتعمل حواجز بيها أما السغنان ده بقى يبقى جاك ولسه معرفناش قدرته الخارجة إيه بيخبط الباب وهما بيأكلوا وبيكون تلجاوي صاحبهم بيكون جاي علشان ياخد صاحبه بوب ويخرجه لأن ده اليوم اللي هما بيخرجوا فيه بيقعدوا في العربية وكانوا بيسمعوا اللاسلك بتاع الشرطة بيسمعوا فيه إن فيه مابنى بيتحرق جنبهم وبيقرروا إن هما يروح ينقذوا الناس وأول ما بيتحركوا بالعربية بيبنلنا إن فيه واحدة قاعدة في العربية تانية بترقبهم بيوصلوا للمكان الحريق وبينجاحوا إن هما ينقذوا الناس وهم كانوا لابسين مسكات على وشوهم علشان ما حدش يعرفه بس هما خارجين الحريق كان قفل كل المداخل والمخارج ومش عارفين يعدوا منين بتالجاوي ما كانش قادر إن هو يطفي الحريق لإن الحريق ناشف المية ومعادش فيه مية في الجو اللي هو بيستخدمها انكريديبل بيتصرف وبيكسر الحيطة اللي جنبهم علشان يخشوا للمبنى اللي جنب المبنى اللي هما فيه بس للأسف بيدرب الأنذار وبيطلع إن هو محل مجاهرات وطبعا ساعتها لما الشرطة بتيجي بيشوفوهم بلبسوهم دون في محل المجاهرات بيفتكروا إن هم حرمية بيدخل شرطة مهزوز كده علشان يثبتهم يقبض عليهم بس التالجاوي بيقدر إن هو بقوته يوقف رصاصها قبل ما تيجي فيهم بيهرب الاثنين بسرعة بعد ما جميده الظابط دون وبيأخذوا عربيتهم ويجروا بيها بيرجع بوبل البيت وبيلاقي هيلين هناك قاعدة مستنيان بتفكروا إن هو معادش يقدر يستخدم قوته الخارقة دي من تاني إن هو كل ما هيستخدمها هيعرضهم هو عاليتهم الخطر وهو في دفاعه عن نفسه بيقول لها إن هو لو كانش الدخل كان فيه ناس كتير هتموت في الحريقة دي بيروح بوب الشغل والمدير بتاعه بيطلبه كان حتى صغيرة كده بس كان إيه حقنة قاعد يزعق له ويهزقه وهو قاعد بيزعق له على الشغل والحاجات اللي هو مؤثر فيها بيشوف بوب حرامي وهو بيسرق واحد بيبدأ إن هو يتحرك في ساعتها علشان يساعده لكن المدير بيوقفه بيقول للمدير إن هو لو خرج وثابه دلوقتي هيطرده من الشغل خالص وبوب ساعتها بيتعصب وبيعمل فيه زي ما انتم شايفين كده بيتنقل طبعاً المدير بالمستشفى بعد مجلس مجبس بالكامل بييجي بعدها مندوب الحكومة المسؤول عن الأبطال الخارقين بيقول لبوب إن هم غطوا عليهم كتير جداً إن هو في الوقت الحالي مش هيقدر إن هو يعمل له حياة جديدة ولا يوفر له شغل تاني بيعرفوا إن الحكومة دفعت المدير فلوس كتير علشان ما يتكلمش ويمعرفش من الناس حقيقته بيسيب بوب وبيمشي وهو بيرجع البيت وبيخش المخبأ بتاعه بيقعد يتفرج على بطولاته زمان والحاجات اللي كان مكتوبة عنه في الجرايض وهو قاد بيسترجح الزكريات كده بيشوف رسالة جاتلة كان فيه تابلت موجه فيه رسالة لمستر إنكريدبول بيشوف واحدة وبتعرفوا عن نفسها إن هي ميراج ودي اللي كنا شفناها بترقبه في العربية بتعرفوا إن هي عارفة السر بتاعه إن هو يبقى البطل الخارق بتقولوا إن هي شغالة في منظمة سرية جداً المنظمة دي كانت بتاهم الروبوت بس الروبوت ده وان الذكاء بتاعه زاد عن الحد فتقلت ضغم وهم دلوقتي محتاجينه علشان يوقفوا الروبوت ده بيعرفوا إن الروبوت ده موجود دلوقتي على جزيرة منعزلة بس لو قدر إن هو يخرج من الجزيرة دياً هيعمل أضرار كبيرة جداً بيفرح ساعتها بوب جداً وده لإنه بيحس الأول مرة إن هو هيرجع بطل خارق بيقرر فعلاً إن هو يروح يعمل المهمة دي وبيقول لهيلين إن هو هيسافر كام يوم تابع الشغل بيلبس بدلته وبيروح يقابل مراش في الطيارة بتاعتها بتشرح له ساعتها الروبوت دواً وبتقول له إن هو زكي جداً وعنده القدرة إن هو يتعلم ويتطور من نفسه بيحطوه في الكابسولة وبيحتفوه من الطيارة على الجزيرة اللي عليها الروبوت بيوصل فعلاً من الجزيرة وبينجح إن هو يخرج من الكابسولة دي بعد فترة بيهجم الروبوت اللي هم عيدين له عليه كان بيتفاد الروبوت في الأول بس فعلاً الروبوت طلع زكي وبيتعلم وبيقدر إن هو يصيبه بعدها بيدخل الروبوت إيدي وبيتحول لكورة وبيفضل إطارة بوب في الجزيرة كلها بيوصل للآخر في البركان اللي موجود على الجزيرة الروبوت كان بيزوقه في إنكريديبل علشان يوقعه في الحمم البركانية بس بوب بيقدر إن هو يشده وبيوقعه في الحمم بيفتكر إن هو كده قضى عليه بس الروبوت ما بيتقسرش وبيخرج وهو مصمم أكتر إن هو يقضي على إنكريديبل بيمسك بوب بعدها وبيفضل إن هو يضرعه لحد ما بوب بيشغل دماغه وبيتجله فكرة بيفضل بوب واقف تحت عين الروبوت ما كانش قادر إن هو يشوفه بعدها بيخلع الرأس دية وبيدخل جوه الروبوت وإن لما بيحدد إن إنكريديبل جوان بيفضل بالأدريعة بتاعته يخبط في نفسه لغاية ما بيتضمه وكل اللي بيحصل دوا كانت بتسجله كاميرات وقفت تتفرج عليها ميراج وكان معها واحد تاني واضح إن هو الرئيس بتاعه بيرجع بوب على البيت واضح إن هو حياته اتغيرت بقى أسعد كتير في تعامله مع عسرته وده بسبب إن هو رجع تاني لإنه يبقى بطل خارق رجع كمان يتضرب وبيستعد علشان المهمات التانية اللي هما هيكلفو بيها ومع إنه رجع تاني يبقى بطل خارق لازم طبعا يروح لإدنا وإدنا دي كانت المصممة الخاصة بالأبطال الخارقين اللي بتعمل لهم البدل بتاعتهم بيروح يودلها البدلة القديمة وبيقول لها إن هي تصلحها بس هي كان رأيها إن هو لازم يعمله بدلة جديدة وهو في البيت هيلين بتكلمه وبتبلغه إن فيه مهمة جديدة وهيلين تاعتها كد بانتصنط على التليفون وبتعرف إن فيه حاجة غلط بتحصل بيركب عربيته وبيقول لهيلين إن هو رايح معمورية تابعة الشغل وهي طبعا كانت عارفة إن هو كده بيجدب بيروح يقابل مرايش بالبادلة الجديدة اللي إدنا كانت عملتها له كان رايح المفروض المرة دي علشان هيقابل رئيس المنظمة السرية والمقر بتاع المنظمة كان موجود على نفس الجزيرة بيدخل في مكتب مكمس تاني اللقاء بتاع رئيس المنظمة لكن فجأة بتفتح باب كبير وبيظهر الوحش اللي هو كان قضى عليه قبل كده بس المرة دي الروبوت ده كان أقوى وواضح إن هو اتعمل أي تعديلات كبير خليته أحسن وأقوى وأسرع بوب ما كانش قادر إن هو يقف قدامه خالص لدرجة الروبوت كان خلاص هيقضي عليه بس ساعتها بيظهر بطل خارج تاني بوب ما يعرفوش وكان أول مرة يظهر كان متحكم في الروبوت وواضح إن هو اللي كان عامل الفخ دوان لبوب بيقوله إن هو اللي عمل فيه كده وإن هو اللي عمل الروبوت الأولاني اللي هو دمره وده كان الروبوت بس علشان يتعلمه إزاي يحزمه بوب وإن هو صنع الروبوت التاني دوان أقوى وأسرع وأكبر علشان يقدر إن هو يمسكه بوب لما بيسأله هو بيعمل كده ليه بنعرف ساعتها إن الشرير ده هو نفسه الطفل الصغير باد اللي كان بيجري وعراه هو صغير بد بيقوله انه هو كل اللي كان عايزه انه يبقى بطل خارج زيه بس علشان معاملة انكريتا بوليه حلمه دا تدمر ومن ساعتها انه هو مقرر انه هو ينتقم منه بيقوله انه هو صنع اسلحه بنفسه قاعد يبيحها وعمل فلوس كتير عمل بها المنظمة السرية ده وكل دون علشان يقضي على بوب بيحاول بوب انه هو يهاجمه بس بادي بيستخدم اشعة بتثبته مكانه ووضح ان ديام من ضمن الاسلحه اللي هو اختراها بوب ساعتها مكانش قدامه محلغ لانه هو يهرب منه وفضل يجري لحد ما بينطف الماء هرين في البيت مكانش عارفة تعمل ايه بتخش على مكان بتاعه اللي موجود فيه البادلة القديمة لما بتلاقي انها متخيطة بتفهم ان ادنى اكيد هي اللي عملت كده بتروح لها بسرعة وبتطلب منها انها تعرفها مكان بوب ادنى بتقول لها هعرفت مكانه بس بشارت تعالي فراجك على البادر الجديدة اللي عملتها لقالتكو كلها بدلت فلاش واللي كانت هتقدر تتحمل سرعيه وبدلت جاك ودي عشان تحميه من كل حاجة ممكن ان هو يقابلها وبدلتها هي اللي بتتمط وبدلت البنت اللي بتختفي هلم بتزعق وبتعصب وتقول لها ان هم خلاص معدوش ابطال خارقين ادنى بتقول لها لما انتم مش ابطال خارقين بوب بيعمل ايه على الجزيرة اللي هناك دي في مهمة بتدينها جهاز واللي كان مربوط بجهاز تعقب محمول في البادلة اللي ادنى عملتها له بنرجع بقى للجزيرة لما كان بوب طلع من المية وكان بيتسلل علشان يخش المؤسسة دي بيقدر ان هو يعدي فعلا ويخش ويبصل للمكتب بتاع باد بيقدر ان هو يخش عالكمبيوتر ويشوف الملفات بتاع الابطال الخارقين وبيعرف ان باد ده هو المسئول عن اختفاء الابطال الخارقين وان هو لكل شوها يخترع اسلحة يقدر عليهم بيها وكمان بيعرف خطته لتدمير المدينة وده عن طريق ان هو هيدرب صاروخ كبير عليها موجود فيه ربوت هيدمرها وكل ده هيحصل في خلال 8 ساعات بيطلق ان كل اللي حصل ده كان فخر من الشرير بيحاول ان هو يهرب من المكان اللي فيه بس ساعتها بتطلع اسلحة بتضرب عليه كور غليبة كده بتثبته في الارض بنروح لهين واللي كانت بتستعد وبتطلب طيارة من حد صاحب ليهم زمان علشان تروح للجزيرة اللي عليها بوب وفلاش ويخته بيقدروا يوصلوا للبدل اللي عملت لهم ادنى هيلن بتزعق لهم عن هما لبسوا البدل وبتطلب منهم ان هما يفضلوا للبيت علشان هي وراها مهمة ومشوار مهمة لازم تعمله بتاخد هيلن الطيارة فعلاً وبتروح ناحية الجزيرة فاجأ ان فلاش وفيه هما كمان معاهم في الطيارة طبعاً بتزعق لهم على انهم عملوا كده ولزاي ان هما يسيبوا خوهم الصغير لوحده في بتطمنها وبتقول لها ان هي اجرت له مربية علشان توقعوا المعال غاية ما يرجعوا وهما بيتكلموا وبيتضرب على الطيارة سواريخ بتتبع الحرارة بتحاول فيلت ان هي تعمل مجال طاقة حوالين الطيارة علشان تحميهم من السواريخ بس لم يكنش عادرة تعمل مجال بالكبر ده بتنفجر الطيارة بالسواريخ وبيقعوا كلهم في الهوى بس بتنجح مموتهم ان هي تعمل نفسها على شكل برشوت وبينزلوك في المياه بسلام وساعتها بتفهم هنن ان بوب اكيد في خطر على الجزيرة دي بيروح بادي يتكلم مع بوب اللي كانوا خطفينه بيعرفوا ان هو ضرب الطيارة اللي كان جاء عليها مراته وولاده بوب ساعتها بيتعصب وكان هيمسك بادي بس المراج بسرعة بتزقه ويمسكها هي مكانه بيهدده اي كلام كده ان هو يحرره وقال هي قتل المراج بس الشرير قاله عادي ما تهمنيش اقتلها طبعا بوب كان بيهدد في الفاضي وبيسيب مراج لانه مش هيعمل فيها حاجة بنرجع بقى الهيلن والاولاد واللي كانوا قدروا ان هما يوصلوا للجزيرة بيدخلوا في كهف ويولعوا نار علشان يدخلوا هيم بتطلب منهم المرة دي ان هم هيعودوا هنا وما يتحركوش من الكهف ده وهي هتروح علشان تقص باباهم بتدخل المنظمة وفعلا بتقدر ان هي تعدي الحراس علشان تدخل لجوه بتقدر ان هي تتسلل بقدراتها المططية وبتحدد مكان بوب عن طريق كاميرات المرادة بنروح للاولاد واللي كانوا قاعدين في الكهف والمرة دي سمع كلام مامتهم ومرحوش وراها فلاش كانوا اخد نار وبيستكشف الكهف مرة واحدة بيشوف نار جاء عليهم من بعيد بياخد اخته ويخرج من الكهف بسرعة جدا والنار دي كانت ابارة عن النار بتاعت الساروخ اللي انطلق وراح للمدينة بيعدي الليل والصبح بيصحد اولاد علشان يشوفوا طائر وشكله غريب كده بس بيعرفوا بعدها ان ده مش طائر ولا حاجة وان هو مجرد كاميرات مرادة بيعرف الحراس ان فيه اطفال في الجزيرة بنروح بقى المراج واللي كانت رجعت لعقلها بسبب اللي حصل معاها من الشرير بتحرر بوب من اللي هو فيه وبتعرفوا كمان ان اولاده ماتوش ولا حاجة وان هما قدروا يهربوا من الطائرة قبل ما تنفجر وساعتها بتكون وصلت هلين للمكان اللي هو فيه علشان يتحرروا بيخرجوا هما الاثنين بسرعة علشان ينقذوا اولادهم من الحراس اللي بتجري وراهم على الجزيرة ده في الوقت اللي الجنود والحراس كانوا قدروا ان هما يحصروهم فيه بتستخدم قدرتها وبتختفي وفلاش هو كمان بيدور الجري وبيجري باقصى سرعة بيجري فلاش بسرعة كبيرة جدا والحراس كانوا قاعدين يترضوه ومن كدر سرعته بيطلع ان هو يقدر يمشي فوق سطح المية من غير ما يغرق بحيلة بسيطة كده بينزل تحت المية وبيخلي الطيارتين وهم جايين يخبطوا بعض وينفجروا فيه بقى وهي مختفية بتقدر انها تضرب في الحراس من غير ما يشوفوها حارس منهم كان هيدرب فلاش بس فيه ساعتها بتقدر ان هي تكتشف قدرتها وتكبرها وتعمل حواليه مجال من الطاقة اللي ما كانتش عارفها تعمله قبل كده وبتعمل مجال الطاقة ده على شكل كوره وفلاش بيفضل يجري بسرعة كده وبيفضلوا يتحركوا في المكان بيقابلوا بعدها باباهم وميتهم اللي كانوا جايين ينقذوهم والاعلة بيتلمي شاملها من تاني ساعتها بتتحد المجموعة كلها بيفضلوا ان هما يدمروا في الحراس والطايرات كل واحد كان بيستخدم قدراته الخارقة بطريعة معينة بس كل ده بيحصل لغاية ما بيوصل بادي وبيستخدم الشعاع اللي هو مخترعه وبيقدر ان هو يثبتهم بياخدهم تاني المنظمة وبيربطهم كلهم زي ما بوب كان متربع بيشرح لهم خطته وان هو قدر ان هو يقضي على كل الابطال الخارقين وده علشان لما يبعت الربوت اللي هو عمله دوانا يدمر المدينة مايبقاش فيه اي حد قدر ان هو يوقفه وساعتها بس هو هيظهر المدينة على انه بطل الخارق ويوقف الروبوت ده ويبقى هو البطل الخارق الاوحد للمدينة كلها وبكده يبحقق حلمه والناس هتحبه وتحترمه على انه البطل الخارق الروبوت هناك في المدينة كان وصل وبدأ ان هو يدمر وما كانش حد قادر ان هو يوقفه بوب بيفضل اقتزل الهيلن والاولاد لان هو سبب في العمل فيهم كده بس في بيدي اتضح ان هي بالحقل الطاقة بتاعها بتقدر ان هي تفك نفسها وبتروح وبتحرر بقية المجموعة وبتوجههم على ساروخ يوديهم المدينة بسرعة ده في الوقت اللي بادي كان وصلت للمدينة بيقدر ان هو ينقذ الناس من الوحش اللي هو عامله بيبدأ يعرفهم بنفسه ان هو البطل الخارق الجديد وحامل مدينة كان عامل تمثيلية عليهم كده وبيمثل هو الروبوت ان هما بيحاربوا بعضه وان هو بيهزموا وكل ده بجهاز التحكم ان هو لابسه في ايده في الاخر بيقدر ان هو يكسر به دراع الروبوت الروبوت ساعتها كان فعلا بدأ ان هو يتعلم وشاف ان جهاز التحكم ده هو اللي بيتحكم فيه فبيضمره ساعتها الشرير بيفهم ان الروبوت قلب عليه وبيحاول ان هو يهرب منه في الوقت اللي كان بوب وبقيت العيلة وصلوا للمدينة بيهاجمهم الروبوت اول ما بيشوفهم وبيحاول ان هو يقضي عليهم فيلوت بتعمل حقل طاقة حوالينها هي واخوها وبتقدر ان هي تحميهم وبوب بينط على الروبوت وبيوقعه وساعتها بيظهر صاحبه تلجاوي هو كمان وبيساعدهم بيقدر الروبوت ان هو يكسر التليج وبيضرب تلجاوي ويوقعه بيشوف بوب جهاز التحكم واقع بيرميه لفلاش واللي بيجري بسرعته كبيرة جدا علشان ينحقه بيفضل الجهاز يضرب عليه بقى شعة ليزر وساعتها هلم بتمسك غطب اللاعة وبترميه على مدفع الليزر ده تدمره تلجاوي بياخد فلاش وجهاز التحكم وبيجري بسرعة على المياه لكن الروبوت هو كمان بيدخل رجليه جوه وبتحول له كرة وبيهاجمه بيقع الجهاز تاني في الشارع وبوب كان لسه رايح علشان ياخده بس بيقدر ساعتها الروبوت دوان ان هو يمسكه بايده فيه كانت مختفية وبتقدر ان هي تاخد الجهاز وتودين مامتها ما كانتش عارفة تضغط على ايه فبتضغط على زرار بيشغل المخلب اللي كانت قطع من الروبوت بيستنى بوب لغاية ما الروبوت يقرب منهم شوية وبيسيب المخلب اللي بيتضرب شبه الرصاصة وبيضمر الروبوت بيتجمع بعدها اهل المدينة حواليهم وبشكر الابطال الخارقين ان هما انقذوهم من تاني بتخلص المشاكل دي كلها وبترجع الايلها للبيت بتاعهم من تاني بس هناك بيتفاجئوا بادي وهو خاطف الطفل الصغير بيثبتهم بالاشاعة بتاعته وبياخد جاك وبيطير بيه لفوق بس ساعتها جاك بيتحول لنار وبعدها بيتحول لمعدن تقيل جدا بيخليه يمزل لتاح وفي الاخر بيتحول لشطان احمر كده وبيضرب بادي واللي طبعا بيسيبه علشان يخلص منه وبوب تحت بيرمي هيلن علشان تلحق ابنهم قبل ما يقع بتقدر ان هي تمسك ابنها وبتنزل بيه وبوب بيرمي عربية علشان تدمر الطيارة بتاعت باد واللي بيدخل في المحارج بتاع الطيارة وبتنفجر بيه وبتقع وفيه بتعمل حقل طاقة حوالين قالتها كلها علشان بعد معيالية مستر انكريدبول بيتها تدمر في الجزء الاولاني بيخدهم الرجل المسؤول عن ابطال الخارقين في الحكومة علشان يوديهم اوتيل يعودوا فيه بيعرفهم ساعتها ان برنامج الابطال الخارقين دونت قفل وان القيادات في البلد ما عادتش عايزة ابطال خارقين تاني حتى لو هما بينقذوا الناس فده مش وقتهم لان القيادات مش فاهمة كده بيعودوا كلهم في الوتيل ده وبيدوروا ما بين المجموعة كلها نقاش كانوا بيتكلموا اذا كانوا هيفضلوا مكملين شغل ولا لا وكان الرأي الاكبر ان هما لازم يبطلوا شغل لان البلد بعدتش عايزةهم يشتغلوا بالليل هيلين وبوب بيبقوا قاعدين لوحدهم لما بيجي لهم صاحبهم تلجاوي بيقولهم ان فيه شخص صغني جدا قرر ان هو يساعدهم كان عاوز يقابلهم هما التلاتة علشان يتفق معاهم وفعلا بيلبس التلاتة اللبس الخارق بتاحهم وبيروحوا لونستون مقر الشركة عنده يعرفوا هما تلبسهم و whenceton ساعتها على اخته وي وجرهم كمان صورة بابا ويقولهم ان هو كان يحب الأبطال الخارقين جدا وكان كان هناك تواصل مع بابا و بابا و البحث الأبطال الخارقين ده قبلasyل من الى قانون بن Scottish يتواصل عز وجل ويأتي بهم جدا يوجد حرميا دعوا عليهم البيت وعندما فضلا يبتصل للأبطال الخارقين عن الشرطة و عندهم مuks ихمي Пон 들어� ludخي عددها لم يجرد انه بسبب القانون بيجد scholarships بيقتل حرمية بابا نستون و يقولهم ان هو عايد اليه سعيدهم و لهذا الحكومة تالي ترجع و يقول الحمد تقتتي ان يشغل و يلغوا القانون بيقولهم ان هو عنده خطه يصور ما اذلك فالحكومة تفهر ان هو مهم و يرهجع او يقوله لهم تالي ان هم يشتيغل و اول بزء من خطه هيصورو هاين وهي بتشتغل و وهي شوية شوية بيخش الابطالAm في الخطة fois ويوفق عالخطه و تعرف parties when they get to put a good سغير كده بيديهم بيت كبير يقعدوا فيه وكمان بيدي هيلن متساكل علشان تعمل بيه المهمات بتاعتها اما بوب بقى وخلال ان هيلن في المهمات بتاعتها بيبقى قاعد في البيت معليان اول مهمة هيلن كانت في المدينة كان المحافظ وهو بيفتتح خط للمترو جديد الاحتفال كان ماشي زي الفل وده لحد لما المترو بيتحرر بتلاحظ هيلن ساعتها ان المترو بيجري بسرعة كبيرة جدا اكبر من السرعة اللي هو المفروض يمشي بيها ساعتها بتشغل متساكل وبتجري قراه كل ده طبعا وزي ما قلنا الكاميرا اللي في البدلة بتاعتها بتصور كل بيحصل طبع الخط بتقدر ان هي بعد شوية شقلبة كده توصل فعلا للمترو بتفصل بقيد جسم المترو عن العربة اللي هي بتسحبه الفرامل بتاعته كان واضح ان هي بايزة علشان تقدر توقفه بتحول نفسها البراشوت وبتقدر ان هي تهدي سرعته وتوقفه بتخش بسرعة المترو علشان تفهم ايه اللي حصل وزاعتها بتلاقي ان كان فيه حد بتحكم في السواق بتاع المترو عن طريق الشاشة اللي قدامه بوب في البيت كان بيحاول ان هو ينايم جاك بس العكس اللي بيحصل وهو اللي بيشوف لجاك قدرة خارقة كمان وان هو بيعدي من الزاز كان فيه حيوان برا بيلعب في الزبالة وهو خارج علشان يضربه وبتفضل قدراته الخارقة تشتغل وبيفضل يضمر في كل حاجة وفي الاخر بيصحب قب من النوم وبيجي عشان ينحق جاك بس لما بيمسكه بتظهر قوة خارقة كمان وبيقدر ان هو يستنسخ من نفس وكذا واحدة هيلين كانت قاعدة مع ونستورس وبيقولها ان هي تستعد علشان عندها لقاء تلفزيوني وفعلا بتروح هيلين وبتقعد تستعد للقاء بتاعها وقبلها بتشوف سفيرة واللي بتذكرها وبتسلم عليها وبتقولها ان هي عملت انجاز كبير بيانقاذها للناس اللي كانوا في المترو بيبدأ المزيع البرنامج بتاع هيلين بيرحب بيها وبيقدمها للناس على الهواء لكن مرة واحدة وبدون سابق انذار بنلاقي ان في حد بيتحكم فيه في خلال الشاشة اللي قدامه لا وكان بيتحكم كمان في كل غرفة الانتاج من خلال الشاشات اللي هو فيها بيتكلم من خلال المزيع وبيقول ل هيلين ان هو هيئة للسفيرة اللي هي كانت لسه مسلمة عليها من شوية هيلين بسرعة بتخرج علشان تحاول تلحق الطيارة بتاعت السفيرة بتنجح ان هي توصل للطيارة وبتكسر الشاشات اللي بيتحكم من خلالها الشريط دون في الطيارة الطيارة بتتصاب وكانت اتقع وهيلين بسرعة بتاخد السفيرة وبتنط من الطيارة علشان تنقذها الخبر بيسمع في البلد كلها ان مططية انقذت السفيرة من الطيارة وهي بتقع ساعتها الشعبية بتاعتها بتزيد جدا في البلد والناس كلها بتبقى وقفها علشان تهنيها بتروح تقابل ونيستون واللي كان فرحان جدا لان خطتهم نجحي وان الناس بدأت تتكلم تاني ان الحكومة لازم ترجع الابطال الخارقين اما هنم بقى كان كل في دماغها ان هي عايزة تقبض على الشخص اللي بيتحكم في الناس من خلال الشاشات ده ونسؤل بيقولها ان هو عنده مفاجأة ليها وبيوريها مجموعة الابطال الخارقين ان هو قدر يجمعهم علشان يبدأ بيهم ان هو يوريهم للناس منهم واحدة اسمها كارن واللي كانت بتعمل بوابات بتنقل منها اي حاجة في المكان وباقيتهم كل واحد برضو كان عنده قوة حرقة اللي بيتحكم في المعدن واللي بيطلع كعروة واللي بيطلع حمام بوركانية منبو هلم بتقعد مع ايفلين اخته ونستون وبيتكلم مع بعض كانوا عايزين يعملوا خطة علشان يقبضوا على الشخص اللي بيتحكم في الناس من خلال الشاشات ايفلين هي كانت المخترعة بتاعت الشركة بتاعت اخوها وعشان كده هلم بتطلب منها ان هي تعمل لها جهاز ووظيفته ان هو يتتبع الاشارات اللي بيستخدمها الراجل دوا في ان هو يتحكم بالناس هلم بتكمل خطتها وبتتصل بالموزيع بتاعت التلفزيون بتفضل ان هي تستفز في الشخص الشرير دوا علشان يظهر فعلا الشخص دوا على الشاشات بتاعت المدينة كلها وهو بيقول الناس ان هم لازم يعتمدوا على نفسهم وبسط وما يستنوش بطل خارق ان هو يجي وينقذهم هلم طبعا كانت عاملة كل ده علشان تستخدم الجهاز اللي ايفلين عملته لها علشان تتعقب الاشارة دي بتحدد مكان اللي بيبس منه الشخص دوا وم بتروح بسرعة على هناك بتتأكد ان هو البيت بتاعه لما بتشوف المخططات بتاع التحكم في المترو بس بيطلع ان المكان ده كله فاخر وبيطلع ان الشرير كان عايز يحبسها وينييمها هي كمان من خلال الشاشات دي هلم بتقدر تدفع عن نفسه وبتضربه وهو ما بيلاقيش حل غير ان هو يجري وهي بتجري وراها وفي الاخر بتقدر ان هي فعلا تقبض عليه وبتيجي الشرطة علشان تاخده ولكن كانش واضح ان هو عارف هو عمل ايه بالظبط نروح لبوب بقى وهو قاعد مع الولاد واللي كان شاكله تعبان جدا لانه ما بينامش من كتر الطلبات بتاعتهم بياخد جاكل صغير وبيروح لادنا ده علشان تعمل له بدلة اتناسب الكدرات كتيرة اللي عنده وعند ادنا بتظهر له كوة كمان وان هو بيعرف يغير شكله لشكل اي حد قدامه لا وكمان بيقدر ان هو يطير بتقول له بوب روح ان تنام علشان انت شاكلك تعبان خالص وسبهولي وبكرة تعالو خلوك في الوقت اللي ونيستون كان عامل حفلة كبيرة لهيلن علشان خطتهم نجحك بيهيلن ونيستون ان هو هيعمل اكتباه كبير لقادة العالم على الياخد بتاعه في المياه علشان يمضوا اتفاقية ان الابطال الخارطين يرجعوا يشتغلوا تاني بس هيلن كانت حاسة ان فيه حاجة غلطة ومش مظبوطة وبتروح علشان ترجع الفيديو اللي تتصور من الكاميرا اللي في البدلة بتاعتها وهي بتقبض على الشخص ده ايفيلن بتيجي علشان تساعدها في التدوير في الفيديو وهيلن بتقول لها الشكوك بتاعته كانت مستقربة ان هو عارف ان هم هيوصلوله وكان عمل لها فخ في المكان اللي قاعد فيه وتاني حاجة ان هو شخص عباره عن ديليفري وان ملوش اي فايدة في اللي هو كان بيعمله ده بس بنشوف ايفيلن ساعتها وهي بتلبس هيلن نظارة واضح النظارة ديا هي اللي بتسيطر على الناس بيروح انكريدبل لادنع علشان يجيب جاك وبتوريله البدلة اللي هي عما يتهاله وبتقوله ان هي مناسبة لجميع الاوضاع اللي هو هيبقى فيها وجميع القوة الخارقة اللي عنده وبتديله كمان ريموت عشان يتحكم في البدلة بتفوق هيلن عشان تلاقي ايفيلن ربطها في فريزر درجة حراته تحت الصيف وبتنصح ان هي ما تستخدمش قوتها وإلا المطاط بتاعها ده هيكسر في الساقة عديدة بتعترف لها ان هي الشرير اللي بتحكم في الناس عن طريق الشاشات وانه ونستن اخوها دوما ما يعرفش اي حاجة عن خطتها وان اللي هي ابضت عليه دوما كانت واحد هي بتتحكم فيه السبب في ان هي بتعمل كده ان هي ما كانتش حبة ان الابطال الخارقين يرجعوا يشتغلوا تاني زي ونستن وانه هي شايفة ان الناس لازم يعتمدوا على نفسهم زي ما بوها المفروض كان يعمل لما الحرمية دخلوا عليه وبدل ما كان يتصل بالابطال الخارقين كان يتصل بالشرطة علشان يواجهوا الحرمية دول وان الهدف بتاحها دلوقتي ان هي تشوي صورة الابطال الخارقين من خلال هيلن علشان ما فيش حد في العالم كله يبقى عايز ان هو يعتمد عليهم من تاني وده كله عن طريق ان هي هتتحكم فيها بالنظارة اللي هي بتلبسها لها دي هناك في البيت كانوا بيستخدموا الجهاز علشان يشوفوا قدرات جاك وبيكتشفوا كمان ان جاك لما بيختفي الجهاز بيقدر يحدد مكانه فين بالظهر ساعتها ايفلم بترنها على بوب وبتطلب منه المساعدة بتقوله ان هيلن في مهمة وموجودة دلوقتي في خطر وهو بسرعة بيكلم صاحبه تلجاوي علشان يروحوا ينقذوها بيقوله ان هي عندها مشكلة ان هو يجي يقعد مع الاولاد في البيت وهو هيروح يساعدها لما بيمشي بوب من البيت داش بيتفاجأ ان الابطال الخارقين جوم عندهم في البيت بس كانوا لابسين النظارة اللي بتحكم فيهم بيوصل بعدها تلجاوي وبيحس ان فيه حاجة مش مظبوطة بيهجبهم تلجاوي بسرعة قبل ما هم يهجموا عليهم وبياخد الولاد وبيحاولوا ان هم يهربوا من البيت لكن الابطال الخارقين كانوا كثير وكانوا بيهجموهم من كل مكان بيستدعوا العربية الخارقة بتاعت ان كريدبل علشان تنقذهم بيقدر الاولاد ان هم يركبوا العربية ويشغلوها علشان يهربوا بيها بس ما بينجحوش ان هم ياخدوا تلجاوي معهم لان الابطال الخارقين بيبقوا مسكوه وكمان بيلابسون الضارة من اللي هم لابسينها علشان يسيطروا عليه ان كريدبل كان وصل لأيفلين واللي بتقوله ان هيلين بتصرف بغرابة جدا وعلشان كده هم حبسوها في قوضة لوحدها بتدخلوا علي هيلين من القوضة اللي هي فيها وبنفجأ ساعتها ان هي بتوعب تهاجبه وده بسبب ان هي لابسة نضارة وايفلين هي اللي بتحكم فيها لا وكمان بتاخد نضارة من بتوع التحكم وبتلبسها له علشان ايفلين تتحكم فيه وكمان بيقرر الاطفال في العربية ان هم لازم يروحوا وينقذوا بباهم وموتهم ويطلبوا من العربية الخارقة ان هي توديهم عند السفينة اللي فيها الاجتماع اللي هينضو فيه الاتفاقية بتاعت الابطال الخارقين بيوصلوا للمية بس السفينة بتكون تحركت وساعتها داج بيقول بيتبنى ان العربية دي ان تكون بتقدر تقوم وفعلا ساعتها بنكتشف ان العربية بتقدر تقوم وبتنزل وبتشتغل زي الغواصة بتوسلهم لغاية السفينة وكمان بتحديفهم من فوق علشان تقنصتهم فوق كان بدأ الاجتماع ويرحب الابطال الخارقين وقارد تدوها للجوم علشان ينضو الاتفاقية معاها فيلوت بتقول لاخوتها ان هم يفضلوا في المكان اللي هم فيه ده وهي هتروح علشان تنقذ بباها وموتها لكنها وهي ماشية بتخبط في حاجة وبتوقعها وبيسمحها الابطال الخارقين كارن هي اللي بتروح تطردها وبتفضل تهاجمها بققودها الخارقة وفي كانت قادرة ان هي تدفع عن نفسها بتنجح انها تهرب من كارن وبترجع لداش اخوها علشان تعرف ان جاك استخبى منه وعمل وضع الاختفاق بتاعه بتستخدم الجهاز اللي ادنى عملته لهم علشان تحدد مكان جاك فيه ونيستون بقى بيقدم التلاتة الابطال الخارقين المشهورين بوب وهيلين وتلجاوي وطبعا التلاتة كانوا جايين وكلهم لابسين النظارات اللي اتحكم فيهم ونيستون بيسأل اخته عن النظارات اللي هم لابسينها دي وهي بتقوله ان ده قناع جديد هي عملته لهم بيبدأ البس لايف على التلفزيون ونيستون بيقولهم ان خلاص الاتفاقية اكتملت ومش فاضي بس غير ان هم يمضع عليها علشان يرجع الابطال الخارقين يشتغلوا من تاني بس ايفريم ساعتها بتنفذ الخطة بتاعتها وبتخلي التلاتة ابطال الخارقين دول يقفوا قدام شاشة التلفزيون ويقولوا كلام كتير شرير وبيخلوهم كمان ان هم يتريعوا على الناس ويقولهم ان هم خلاص ما عدوش هيساعدوهم وكل واحد يساعد نفسه وبيقولوا كلام كتير علشان يكره الناس فيهم الولاد بيكونوا قدروا ان هم يوصلوا لجاك وكانوا بيطفوه باستخدام الجهاز اللي معاهم اما بقية الابطال الخارقين بقى الليفيرت بيتحكم فيهم بيسمعوا مكانهم فين وبيروحوا عليهم بيحاولوا ان هم يستخبوا منهم فتحة التهوية ولما التانيين بيحسوا ان هم خلاص حصروهم وينسكوهم جاك بيطلع عنده قوة خارقة كمان ان هو بيقدر يكبر نفسه جامد وبيجري منهم في السفينة وبيقدر يدمر كل الحطار ان كندا بيروح على قيادة بتاعت السفينة وبيدمر الجهزة بتاعت قيادة السفينة بيوجهوها بسرعة جديرة ناحية المدينة وكمان بيكسروا الادوات اللي بتحكم فيها في الوقت اللي بيوصل فيه الاولاد للمكان اللي هم فيه التلاتة بيهاجموا الاطفال بس فيك بتقدر ان هي تحميهم بمجال الطاقة بس الجاك بيخرج من المجال ده بسهولة وبيروح لمامته وبيقدر يشيل النظارة اللي على عنيها وينن ساعتها بتعرف اللي هي عملته وبسرعة بتهاجم التانين وبتقدر ان هي تشيل النظارة من على تلجاوي من على جزء بيرجع التلاتة خلاص لطبيعتهم من تاني وإذن لما بتشوف اللي حصل ده في الشاشة بتؤمر الأبطال الخارقين التانين ان هم يحجموهم بيوصل فعلاً أبطال الخارقين التانين وبتدور معركة ما بينهم كلهم هلم بتقدر ان هي تشيل النظارة اللي بتتحكم في كارين علشان تنضم ليهم وواحدة واحدة بيقدروا ان هم يشيلوا النظارات من على كل أبطال الخارقين إذن لما بتعرف ان خطتها فشلت بتروح بسرعة لأخوها ونيستن علشان تاخدوا ويهربوا بتاخدوا للطيارة بتاعتها اللي موجودة على السفينة دي علشان يهربوا بسرعة من المكان وده لان السفينة قدامها شوية وتوصل للمدينة وتمفاجر ونيستن المبيرداش ان هو يروح معاها وينط مرة تانية على السفينة وكارين بتستضم كواب تاعتها علشان تنقل هلم من المكان اللي هي فيه ده للفتحة في الطيارة بتقدر ان هي تضرب ايفلين وتوقحها من الطيارة وبتنط وراها علشان تنقذها اما فروزنت كان بيحاول يجمد المية قدام السفينة علشان يبطق من سرعتها شوية وفعلا بيقدر تلجاوي ان هو يجمع كلمية تاجي كبيرة جدا ويوقف السفينة قبل ما تنفجر في المدينة الناس بتشوف ان الابطال الخارقين هم اللي انقذوهم تاني ومنعوا انتجار السفينة الكبيرة دي في المدينة والشرطة بتيجي وبتقبض على ايفلين واللي خطتها فشلت في ان هي تكره الناس من ابطال الخارقين وكمان القانون بيمر ويوافق الحكومة ان الابطال الخارقين يرجعوا للشغل من تاني